استقرت أسعار الخام الأمريكي بعد يومين من التراجع بعد تقديرات أظهرت ارتفاع المخزونات الأمريكية 1.2 مليون ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في 9 مارس بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع قدره 2.5 مليون ألف برميل فيما تراجعت مخزونات البنزين 1.3 مليون ألف برميل خلال الأسبوع الماضي بينما هبطت مخزونات نواتج التقطير بحوالي 4.3 مليون ألف برميل حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برينت تسليم مايو 0.2% إلى 64.53 دولار للبرميل بينما استقرت عقود الخام الأمريكي تسليم أبريل عند 60.72 دولار للبرميل